بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الأسعار غالية والنساء عارية والمساجد خالية وأحكام الله لاغية الصارق مدلل والمجاهد بقيوده مكبل والزنا حلال والزواج محال والنساء قوامون على الرجال وأرض المسلمين محتلة والفقراء تحت المطر بلا مضلة ولم يبقى من علامات الساعة الكبرى إلا قلة فالتوبة التوبة احضروا الكيس المتكوب تتوضأ أحسن الوضوء لكن تسرف في الماء كيس المتكوب تتصدق على الفقراء بمبلغ ثم تذلهم وتطايقهم كيس المتكوب تقوم الليلة وتصوم النهارة وتطيع ربك لكن تقطع رحمك كيس المتكوب تصوم وتصبر على الجوع والعطش لكن تسب وتشتم وتلعن كيس المتكوب تلبسين الخمار والعباية فوق الملابس لكن العطر منك فواح كيس المتكوب تكرم طيفك وتحسن إليه لكن بعد خروجه تغتابه وتخرج مساوئه كيس المتكوب أخيراً لا تجمع حسناتكم في كيس المتكوب تجمعها بصعوبة من جهة ثم تسقط بسهولة من جهة أخرى عجائب الشعب العربي لا يستطيع السفر للحج لأن تكلفة الحج مرتفعة لكن يستطيع السفر رغبة في تغيير الجو ألا إن سلعة الله غالية لا يستطيع شراء الأضحية لكن يستطيع شراء آيفون لمواكبة الموضة ألا إن سلعة الله غالية يستطيع قراءة محادثات تصل إلى مئة محادثة في اليوم ولا يستطيع قراءة عشر آيات من القرآن بحجة ليس لديه وقت لقراءة القرآن ألا إن سلعة الله غالية قليل من سيرسلها لأنه يشعر بالحرج تخيل أن الله يراك وأنت تنشرها لأجله إذا أعجبتك فانشرها وإذا لم تعجبك فمر كأنك لم ترى شيئا تنشر الأغاني وتستحي من نشر القرآن يا رب من يرسلها أرزقه من حيث لا يحتسب ترجمة نانسي قنقر